ثلاثة مواطنين جامبيين يتقدمون بشكوى أمام الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في بنجول ضد الرئيس السابق للبلاد يحيى جامي المقيم حاليا بغنية الاستوائية ويتهم المواطنون الثلاثة وهم قادة لجمعيات ناشطة في المجتمع المدني الرئيس السابق بالمعاملات اللا إنسانية والمهينة ويطالبون بتعويض الضحايا عما لحق بهم جراء العلاج الذي أعلن جامي حينما كان في السلطة عن اكتشافه للسيدا وكان العلاج بالأعشاب التقليدية الذي أعلن جامي عن اكتشافه عام 2007 دواء لفيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا قد تسبب في وفاة عدد من الغامبيين وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شكوى أمام العدالة الغامبية ضد جامي الذي حكم البلاد على مدى 22 عاما ويتزامن رفع شكوى مع دراسة غانا الرد المناسب على مقتل العشرات من مواطنها في غامبيا عام 2005 في ظل حكم يحيى جامي كما يأتي التقدم بشكوى أمام المحكمة العليا السابعة بعد عرض حكومة بانجول أسطول نقل جوي وبري يتبع لجامي للبيع من أجل التخفيف من حجم المجونية الذي ترك البلاد ترزخ تحت وطأته وكانت السلطات الغامبية قد أعلنت قبل أشهر عن تشكيل لجنة تعنا بالبحث في ممتلكات يحيى جامي في البلاد وقد اتهم النظام الحاكم الرئيس السابق باختلاس مبلغ 50 مليون دولار لدى مغادرته البلاد بعد تنحيه عن السلطة ويعتبر الرئيس الحالي لغامبيا أدم باروء ثاني رئيس تشهده البلاد منذ عام 94 تسعمائة وألف حيث ظل سلفه جامي الذي وصل السلطة عن طريق انقلاب عسكري في سدة الحكم لأزياد من عقدين اشتركوا في القناة